السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موقع اسم كاريا دوت اي اي الموقع ده تقدر تدي له اي وصف اي تيكست تحول لك لصورة خلينا مسلا نقول له انا عايز ايجبتيان اوزبيتال وتدي له اي وصف اللي انت عايزه وهنا عندك راندم يعني لو مش حاجة في دماغك ممكن تقول له اعمل لي وتقدر تختار الستايل اللي انت عايزه عندك كذا ستايل هنا ممكن برضو تعمل راندم ستايل فيبدأ ان هو يعمل لك ما اخدش سواني بس هو كلمة ايجبشان انا حابت ان اجربه قدامك وعلى طول بيبص للحضارة القديمة طيب ممكن نقول له مسلا دي صور انا كنت تضبطاها قلت له اعايز اسلامك فيلا فعمل لي الفيلا اللي بالشكل دوت قلت له اعايز حاجة عربية فجاب لي حاجة بالتراث دوت فصور بتاعته جميلة جدا وآآ رائعة زي ما انت شايف تقدر تعملها دون لوت زي ما انت عايز يعني تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل سيف امش از هيسافة لك او ممكن تقول له افتحها لي بالشكل دوت وتقدر تعملها سيف طيب لو جينا هنا وبصينا هنلاقي عندي هنا هوم دي الصبح الرأسية هنلاقي هنا عندي الجالري ودي مهمة جدا تبدأ تشوف صور كتيرة ممكن اي واحدة فيهم تعجبك تكبر كده وتبدأ ان انت تشوف ايه البروميت اللي استخدم عشان يعمل حاجة زي كده تمام ده البروميت هو فتقدر ان انت تنسى اخوة تستخدم تاني طيب ده احنا شوفنا عربية فها حركة فهل في حركة اه لو جيت هتلاقي في حاجة اسمها ريل طايم ريل طايم معنا اي حاجة ترسمها هو يبدأ يعملها لك هنا حسب الكلمة اللي انت كاتبها ممكن تقول له مسلا عايز مسلا الوصف ده طيب ماشي فيش مشكلة بص اول ما بغير هنا تبدأ بقى الحاجات تتغير تمام فيبدأ يعمل لك حاجات خيالية رهيبة بالشكل دوت تمام تقدر تدي له اي بروميت وليكم مسلا اسلاميك ايجيبتيان اه بص هو بدأ يعمل لي اشكال هاي طيب بلدنج ده ريل طايم يعني في كل ثانية بدي ان هو عاملها لي عملي خلط بين الحضارة القدماء المصريين مع الحضارة المصرية بالشكل دوت فنقدر مسلا نغير كده حاجة طحفة ممكن نزود مسلا مسلس بالشكل دوت اه هجننه طيب ممكن تقول له انا عايز شدارة ايميج فيبدأ اعملك شدارة ايميج وهو الصور دي تقدر تختار اي حاجة هنا يبدأ ان هو يحطه لك اه المسجد ده شكله جميل يعني عجبني تمام فممكن تحط تيكست هنا وتقول له مثلا انا عايز ايجيبتيان ماشي اهه طبعا مش اخده كل بص هو بيحاول ان هو يدخيل الالوان والشكل والحاجات دي كلها ممكن تعمل زي اريز ممكن تمسح فيبدأ يعدال لك فيه الشكل طيب اه ممكن ترفع صورة من عندك من الجهاز ممكن تعمل دليت الحاجة انت مش عايزها وكذا كون فبجره وانت يعني صراحة رائع بالنسبة لي رائع جدا وقوي جدا عندنا الفولكس ده اللي احنا جردناه اول حاجة ده الفيديوهات ممكن تدله بروميت وهو يبدأ يعمل لك الفيديو اللي انت عايزه ممكن تدله صورة هو بيقول انت خلصت الفري بلان تمام طيب الفيديو بتدله تاكس يبدأ ان هو يعمل لك صورة وبالك يخلل الصورة دي فيها حركة هيبدأ يحط لك يعني كل حاجة يعمل لك فيها كيفريم كيفريم بحيث ان في الاخر يطلع لك الفيديو كل صورة هتحطها يبدأ ان هو يعمل لك فيها حركات ده تختار الحركات اللي انت عايزها ممكن من بعدها تقول له بقية جنريت للفيديو تقدر تغير الصورة من هنا لصورتك الشخصية اي صورة انت عايزها زي ما انت عايز تقدر تكتب تكريس اللي انت عايزه يعني انا ماليش في الاشكال ممكن اقول له انا عايز صورة حاجة معينة هو انا بعمل لها انهانس طيب ممكن اجي هنا وقول له انا عايز اهو انا ونالغي الصورة دي اضع صور من معنى تمام زي ما انت عايز. يعني لو عندك عجاز اي صورة تقدر ان انت ترفحها وتشوفها تتعمل ازاي. يعني اضع مسلا صورة زي كده. ونجي هنا. نرفع صورة تانية. ونشوف هو يخترحها ازاي. يبدو بقى هو بقى يعمل لنا الفيديو بالحركة بالحاجات الزريفة ديت. اه شوفت شوفت شكل المبنى هوت. بدأ يعمل لنا فيديو خطير. نقدر نحط بقى كيف ريمات اللي احنا عايزينها نبدأ ان نعمل الفيديوات خطيرة. ممكن تعملها على شكل الانيميشن. تقدر تعملها دا ونلود من هنا. تقدر تعمل اوبسكيل. طيب من الحاجات برضو الجميلة اللي هي الانس. لو انت عندك صورة او فيديو. تقدر ترفحهم وتحسن الحاجات اللي موجودة فيه. لو في اي اخطاء تقدر ان انت تعدل فيها. يعني دا صورة كرصاد مثلا. تمام? تقدر تقول له انا عايز اعمل اه انهانس للصورة. تمام? فيبدأ يعدل لك الصورة زي ما انت عايز. حيث يكبر لك بتاعها من 2x ل 4x 8x زي ما انت عايز. ممكن تعمل تعديلات لبعض الخصائص في الصورة. ممكن تقول له التزم بالكالر. فيبدأ ان هو يعدل لك ويكبر لك الصورة وملتزم بالكالر. وممكن هنا عندك البروميت تحط بروميت معين زي ما انت عايز. اهو. بدل ما كانت حاجة بسيطة لا بدأ يحط لك فيها شوية تفاصيل. اهو. كده احسن. كده انا عاجب من الصورة دي افضل. فتقدر تعمل لها دا ونلود. اشتركوا في القناة.